ثمانية شهداء وجرحة حزن جديد يخيم على البصرة مسلسل لا يغيب عن مخيلة العراقية إنما حل وارتحل هنا الموت برائحته المعهودة وهنا تشتعل حرائق التفجيرات الإرهابية وجديد الإرهاب انفجار دراجة ملغومة في تقاطع الصمود وكأن للعراقيين نصيبا من المكان فهم الصامدون على تسلسل النكبات والمصائب التفجير يأتي في توقيت زمري صعب حيث يذهب العراق إلى تحقيق استقراره المنشود ما يؤكد المؤكد لحقيقة التفجير وما عززه رئيس الجمهورية برهم صالح بأن الهدف من وراء التفجير هو محاولة زعزعة استقرار البلد في توقيت زمري تتحرك فيه عقرب ساعة المصير بسرعة عالية البصرة بقيادتها الأمنية فتحت تحقيقا في الهجوم الإرهابي سيما بعد أن تبين أن أضرار الانفجار كبيرة لكن التحقيق سيخفف ولو قليلا من حزن الثكالة من أمهات الشهداء لكنها صورة الحداد التي تعود للبصرة كما تكتوي بنارها محافظات البلاد رسالة عجلة لأصحاب تقرير مصير العراق أن المشهد يتطلب دقة أكبر وتشديدا أكبر لحفظ الأمن وحياة المواطنة وهو ما عززه زعيم التيار الصدري بمهاتفة محافظ البصرة أسعد العيداني لاتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الانفجار انتهى لكن الحقيقة الباقية أن محاولة ضرب العملية السياسية يقف خلفها الإرهاب والضحية دماء العراقيين لا غيرها